قام معالي وزير الصحة المكلف عاد الفقيه بجولة تفقدية بمستشفى إجياد العام بالعاصمة المقدسة تفقد خلالها سير العمل بمستشفى إجياد العام وما يقدمه من خدمات صحية لضيوف الرحمن كما اطلع على الأقسام الموجودة بالمستشفى واستمع إلى شرح مفصل عن التجهيزات الحديثة بمستشفى إجياد العام فضل الله سبحانه وتعالى تنفيذا لتوجيهات سيدي خالد الحامل الشريفين نقوم زملائي وأنا في الوزارة بتفقد التجهيزات المتوفرة لخدمة الضيوف الرحمن الذين يتوفدون بكثرة كما هو معروف في شهر رمضان وارك لأداء مناسك العمرة وكما رأيتم الحمد لله توفير الأجهزة والمعدات والكوادر تم توفيرها بكل الطلبات الموجودة وكل الطلبات التي كانت هناك طلبات تم توفيرها بحيث يتمكن الزملاء الذين يقومون على خدمة ديوف الرحمن في هذه المنطقة بتقديم أفضل وأجود مستوى الخدمة نحن كذلك حرصا على تأكيد القيام بالجراءات الاحترازية تحسبا للتعامل بشكل حذر مع تحدي فيروس كورونا تم التأكد كذلك من توفر العزل اللازم وتوفير ما يسمى الهيبة فلتر في غرف العناية وفي غرف خدمة المرضى وكذلك هناك ما يسمى خدمة تقييم حالة المريض بحيث نتمكن من عزل الحالات المشتبهة فيها لسمح الله إلى مناطق لا يتم فيها الاختلاط مع المرضى المصابين بحالات أخرى ولكن كما هو ملاحظة الآن هناك مساحات كافية وهناك السعدات كافية وهناك إجراءات احترازية كافية وبحمد الله لم تسجل أي حالات جديدة ولكن لا تزال الوزارة تتعامل مع الموضوع بحذر شديد ولا نزال نوصي أنفسنا وزملائنا والمتعاملين في القطاع الصحة والمجتمع بكافة فئاته أن يتوخى الحذر وأن نستخدم الإجراءات الاحترازية تأتي زيارة وزيرة الصحة لمستشفى الجياد العام المجاور للمسجد الحرام للتأكد من جاهزيتها وتقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن أيمن الثبيتية الإخبارية مكة المكرمة